بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس المنهج الجديد الترب الأول امتحان شهر أكتوبر تلات نمازج من سلاح التلميز إن شاء الله مش هيخرج عنهم أي امتحان أول حاجة بيقول لي يعتبر كذا أحد وسائل التواصل الأكثر رسمية بين الأفراد طبعا كل دي وسائل التواصل البريد الإلكتروني وسائل التواصل زوم وسائل التواصل الواتس اليوتيوب ولكن الرسمي هو البريد الإلكتروني هو ده الرسمي الرسمي يعني إيه يعني لو عملت حاجة تتحسب عليها فيه أما التاني بقى إيه منكم يتهكر منكم مش عارف إيه لكن ده لا يمكنك استخدام برنامج الجداول الحسابية على طول جداول حسابية يبقى ده رسم بياني على طول وبنعمله طبعا ببرنامج إكسل تم ظهور كذا في أواخر التمانينات التمانينات اللي هي سنة 1980 يعني وكده الهاتف المنزلي قبل كده الخط المشترك الرقمي أيوة هو خط المشترك الرقمي اللي بدأ ظهر في أواخر التمانينات يعتبر مصطلح كذا عن أجهزة متصلة بالإنترنت يمكن التحكم بها عن بعد طالما يمكن التحكم بها عن بعد طبعا كده هي إنترنت الأشياء علشان إيه تتحكم في الأجهزة عن بعد يتم باستخدام شبكة كذا عند تواصل شخص في مصر مع صديق له في أسبانيا طبعا كده على طول يبقى شبكة الإيه الإنترنت شبكة الإنترنت لا تعمل إلا باستخدام الجيتوي الجيتوي اللي هي البوابة التعليم والتدريب هو تقديم معرفة أحد الأشخاص طبعا الأشخاص ده اللي لازم يكونوا إيه لازم يكونوا زوي الخبرة اللي عندهم خبرة آآ توفر وزارة التربية والتعليم طبعا قناة مدرساتنا اللي بنجيب من عليها الايه الدروس والشروحات طيب الباقي بيقول لي بقى توفر وزارة التربية والتعليم قلنا قناة إيه مدرساتنا طيب يرتبط جهاز الكمبيوتر بالراوتر عن طريق إيه الكمبيوتر بالراوتر سلك الإيثر نت ولا منفذ الإيثر نت ولا الروابط ولا سلك الـ HDMI طبعا سلك الإيثر نت اللي هو بيوصل الراوتر بالكمبيوتر لو مفيش واي فاي طيب الجيجا هيرتز وحدة قياس طبعا هي وحدة قياس الدورات وبتقيس السرعة طيب بتنفزها لمعارجة المركزية في قد إيه طبعا في الثانية في الثانية الوحدة تطيح نقاط كذا نقاط كذا اللي هي نقاط الاتصال الوصول لشبكة الانترنت من أي مكان طب ايه هي نقاط الاتصال ان انا مسلا فتح بيانات عندي في الهاتف يعني فتح الانترنت بتاعي في التليفون بتاعي من خلال الرصيد اللي معايا او الباقة اللي انا مشترك بيها وانت معكش وعاوز تعمل حاجة عن نت افتح لك نقطة اتصال من تليفوني توصلك بالانترنت هي دي نقاط ايه الاتصال يعرف شراء الاشياء عبر الانترنت بأكيد التسوق الالكتروني طالما شراء اشياء يبقى بالتسوق الالكتروني اتخاذ اعلى معايير الامان عند توفير المعلومات الشخصية عبر الانترنت طبعا لما تلاقي كده اعلى معايير الامان يعني حاجة تحفظ على حسابك يبقى دي الخصوصية الرقمية انك تعمل ايه الحاجات دي بخصوصية بحيث محدش يطلع عليها يمكنك استخدام كذا لانشاء الرسوم البيانية قلنا من بدلي برنامج الجداول الحسابية اللي بنسميه اكسل هو اللي بنعمل عليه الرسوم البيانية شبكة معمل الكمبيوتر تعتبر طبعا شبكة مغلقة لانها ايه محددة بس على الكمبيوترات او الاجهزة اللي موجودة في معمل ايه في معمل الكمبيوتر الامتحان التاني وحدات قياس الدورات التي تنفزها وحدة المعالجة المركزية في الثانية احنا قلنا من شوية ان جيجا هرتز بتقيس وحدات المعالجة في نقاط فاخترنا في الثانية هنا بقى بيقول لي ايه اللي بيقصد بالثانية طبعا هقول له الجيجا هرتز يعتبر مكبر الصوت الذي يعمل بتقنية البلوتوس مثلا على انترنت الاشياء لان ايه كده كده هو بيشتغل بالتقنية بتاعة البلوتوس فهو مثال على الانترنت بتاع الاشياء تساعد نقط ضعاف البصر اول ما تشوف ضعاف البصر على طول بتختار قارئات الشاشة الشبكة المحلية طبعا العنكبوتية دي العالمية والانترنت دي عالمية وجيت ويهي البوابة بتاعتهم يبقى هو كده قصده على اللان شبكة اللان هي اللي بنسميها الشبكة المحلية الجهاز اللي لازي يربط جهاز الكمبيوتر بالانترنت المسح الضوئي الطبعة التلفزيون الراوتر طبعا الراوتر ويكون ده من خلال سلك الايسر نت يمكن استخدام برنامج نقط لتصميم العروض تصميم العروض على طول بتجري على الباوربوينت اما الورد ده كتابة التقارير والاكسل ده بتاع الجداول والايميل ده للتواصل الرسمي طيب يمكنك استخدام البريد الاكتروني لسه ايلها الايميل ده للتواصل الرسمي يبقى ازا الايميل او البريد الاكتروني ده بشكل رسمي يجب استخدام نقط لربط جهاز الكمبيوتر بشبكة الانترنت طبعا هنا اللان ولا الاتصال الهوتبوتس ولا التواصل ولا البوابة دي هي دي اللي بتتخلك على الانترنت رقم تمانية اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت بوابة اه يعتبر مصطلح انترنت الاشياء يعبر مصطلح انترنت الاشياء عن اجهزة متصلة بالانترنت عن طريق ايه طبعا الاتصال بالانترنت هيبقى عن طريق الواي فاي تتكون شبكة من صفحات ويب ينتقل بينها الاشخاص اه يبقى دي شبكة العنكبوتية ترامل اشخاص ومحدد ليش بقى دي العالمية بقى كل حاجة بقى تعتمد فكرة كزا على اتصال جهاز او اكثر ببعضها في مكان محدد لنقل الملفات بين الاجهزة دي فكرة البيت ولا المدخلات ولا المخرجات ولا الشبكات طبعا الشبكات سواء كانت اي شبكة من الشبكات هي اللي هي بتحدد الانتقال التيرابايت تعتبر الف اربعة وعشرين كام الف اربعة وعشرين جيجيا لان الف اربعة وعشرين جيجيا هي اللي تساوي التيرابايت اه لاعداد الرسومات البيانية على طول بنجرأ على برنامج الاكسل اللي احنا بنسميه برنامج الايه الجداول الحسابية برنامج زوم بعقد بعمل اه بعقد عليه اه افتراضات اه حاجة افتراضية يعني ايه مش وهمي لا بعمل عليه اجتماعات افتراضية اه مش واجهة اللي واجهة عشان دف ولا فيسبوك لا اه افتراضية على طول يستخدم ضعاف البصر قريئات الشاشة للحصول على ردود فعل ايه؟ ردود فعل صوتية لانهم هم مش شايفين كويس فكده بيعتمد على الصوت الاختبار التالت اسئلة اختيارات برضو بيقول لي طبعا البيت هو نقط وحدة بيانات طبعا هو اللي يساوي حرف واحد فهو يعتبر اصغر وحدة بيانات بعدين قبل شراء اي شيء من الانترنت لابد من التفكير في البلوتوث ولا في الشبكة العنكبوتية ولا في انترنت الاشياء ولا في الخصوصية الرقمية يبقى هنفكر في ايه بقى يا طراء الخصوصية الرقمية علشان ما حدش يسرع حاجة بتاعتك يبقى انت بتفكر في دي اول حاجة جهاز الكمبيوتر بيتصل بالانترنت من خلال الروتر ولا الفلاش ولا الطبعة ولا محرك القرص الصلب طبعا الروتر هو اللي بيوصل لك الانترنت شاعة اجهزة الواي فاي يعني انتشرت او اشتهرت في التمانينات ولا التسعينات ولا التمانينات من القادر الماضي ولا سنة الفين طبعا سنة الفين وما بعدها بدأت تشتهر يعني من عشرين سنة تعتبر شبكة الانترنت احد انواع الشبكات المغلقة المحلية البسيطة المفتوحة شبكة الانترنت تأكيد هتوبقى شبكة ايه مفتوحة بعدين عنده وجود مشكلة في تخزين الملفات يعني انت مش عارف تخزين الملفات كبيرة مثل عرض تقديم حجم كبير عليك كزا لحل المشكلة الاتصال غلق بعض البرامج غلق الجهاز نقل بعض الملفات طبعا غلق بعض البرامج اغلق برامج من المفتوحة عندك تبدأ تحمل معاك او تشتغل معاك طيب يستخدم برنامج كزا لعقد اجتماعات افتراضية البربوينت الورد الاكسيل الزوم طبعا الزوم هو لانا معمي عليه برامج لك الاكسيل للجداول الحسابية والورد اللي كتبته التقارير والبربوينت العرض الرسومات او عرض العروضات العروض يعني سهلت كزا على الانسان القيام بمهامه اليومية اكيد التكنولوجيا الادوات التكنولوجية هي اللي سهلت على الانسان انه هو يقوم بالايه بالمهام بتاعته يوميا رقم تسعة الميجابايت تساوي الف 24 طبعا كام الف 24 جيجابايت ولا تيرابايت ولا كيلو بايت ولا بايت يبقى هي هتساوي كم هنا هتساوي 1024 كيلو بايت يعني الـ 1024 كيلو بايت يساوي الميجة والميجة 1224 يساوي الجيجة والـ 24 جيجة يساوي التيرة كده يعني تساعد قناة كذا التلاميذ طبعا أكيد قناة إيه اللي بتساعد التلاميذ مدرستنا يتم استخدام كذا لتغزين المعلومات أو نقلها طبعا زاكرة الفلاش بتخزن عليها المعلومات أو تنقلها من جهاز لجهاز اللي هالفلاش اللي بننا عليها كده تستخدم شركات الشبكات كمبيوتر كذا لمشاركة معلوماتها الخاصة طبعا هنا معلوماتها الخاصة يبقى مغلاقة يقوم دعاف البصر بأداء واجباتهم المدرسية عبر الانترنت عن طريق قارئات الشاشة طبعا هنا دعاف البصر يستخدموا قارئات الشاشة يعد كذا طريقة لشراء الإغراض عبر الانترنت للتسوق الإلكتروني لابد من مراعاة كذا عند عقد اجتماعات افتراضية مراعاة الكاميرا ولاختلاف التوقيت طبعا اختلاف التوقيت علشان أبقى عارف ده وده طيب كده يبقى خلصنا كل الأسئلة بالتوفير للجميع والسلام عليكم ونحن أطلب